فالخمسة والسبعون هؤلاء هل اخترتهم بلدانهم كما فعل أجدادنا كما قلنا في السابق عام 1920 في موتمر غريان عندما أرادوا أن يشكلوا الحكومة حكومة طرابلسية كل منطقة اختار أهلها وأعيانها وعلماؤها والصالحون فيها اختاروا شخصا وأرسلوا إلى غريان وأعطوه وثيقة مكتوبة هذا فلان فلاني قد فوضنه وكنه أن يمثل تاجورا أن يمثل بسلاتا أن يمثل قماطا يمثل كذا فكان شكت بعد ذلك وانتخبوا منه من لجنة هذه بالفعل تسمى تمثل الشعب الليبي أليس بإمكاني من يفعل ذلك؟ ألم يكن في إمكان البعث الأمي أن تفعل هذا؟ لا لم تفعل هذا لأنه يخرج لها بعد ذلك وناس يعصون أمرها هم تريد أمثال هؤلاء يعني تعمل معهم سياسة العصاء والجزرة يد فيها جزرة ويد فيها عصاء تقدم الجزرة فتطميعهم في المناصب فإذا أراد أحدهم أن يقضي ما أكثر مما هي تريد قرعته بالعصاء التي في اليد الأخرى فيجمد في مكانه هؤلاء هم الذين انتقتهم واخترتهم البعثة بحيث قالوا عنهم أنهم يعني يمكن أن يختاروا لنا الفترة الانتقالية القادمة هذا خلال كبير خلال عظيم لأننا ما زلنا تحت سيطرة المجتمع الدولي والبعث الأممية ولا نملك قرارنا هؤلاء لا يمثلون الشعب الليبي فعندما تقول ذا اللفتة هذا الكلام كان ينبغي أن يحرر النزاع يردون علينا ويقولون لا يقول ذا اللفتة تعارضة ومعارضة للحوار هذا كلام غير صحيح ليس هذا محل النزاع بيننا وبينهم محل النزاع أن هؤلاء الأمثلون الشعب الليبي واختيارهم بادي الصرع مخالف للشرعية والقانون فمقتل تحييب معه النزاع أن يردوا علينا في هذه النقطة يقول له هؤلاء الخمسة والسبون يمثلون الشعب الليبي لسبب كذا وكذا وكذا وهم ليسوا من اختيار البعثة الأمية وليسوا طوعها وليس كذا نرى الوفود الآن مشتركة في حوالي مدة الأشهر هذه الثلاثة والأربعة الماضية جماعات جماعات بعضهم في بوزنيقة وبعضهم في الدقاهلية وبعضهم في فيينا وبعضهم في تونس هم عاملين مثل الضرير كل واحد يعني يحاول أن يثبت أن ما عنده هو الأحسن وكيف يرضي هذه المبعوثة التي هي متحكمة في المشهد هذا مثال لا نريد أن نسمع أن ندى الإفتاة وعارض هذا كلام غير صحيح قلنا لكم هؤلاء ليمثلون قولوا لا قولوا إذا أتيتم بأدلة وقدمها ليمثلون الشعب الليبي نسكت ونضعي نسكت ولا نتكلم أبدا وننضم إليكم لكن إذا لم تفعلوا فينبغي أن تكفوا هذا بيثار